مساء الخير والمحبة أصدقائي تحياتي ومحبتي وقبلاتي للجميع اليوم هو اليوم الأحد سوت لكم فيديو قبل أربع ساعات وشفت الجوم وشمس وأكو مواضيع ثلاثة مهمة حلوة قد تهمكم قد تهم فئة شبيرة من الناس فقلت انسولف بيها لا ضير بالسوالف ويا الأخوة المتابعين بالبداية تحية طيبة للجميع وشكرا إلى كل إنسان يتابعنا في هذا القناة وشكرا لكل إنسان يضغط بزر اللايك واشتراك بالقناة وشجعني صراحة لو لا تشجيعكم ولولا كلماتكم الحلوة ولولا تفاعلكم الجميل مستحيل أستمر بدون هذا التفاعل بدون هاي الأخوة فتحياتي إلى كل المتابعين من كل الدول ومن كل الجنسيات ومن كل الأديان أصدقائي عدنا ثلاث مواضيع بهذا الفيديو الموضوع الأول الجهازي اللي داي يزرفه بظهري هذا رح أحكي لكم عليه اللي بيه نار همينا بحرارة مو كرسي مساج هذا الموضوع الثاني هذا جدا الموضوع الأول الموضوع الثاني قانون منع الحجاب في شمال الرين ويسفاليا في مقاطعة ألمانية أقرته محكمة مونستا رح نسولف بي شن المقصود بمنع الحجاب في هذا المقاطعة ومنه يشمل هل هو يشمل الجميع هل هو يشمل فئات معينة والموضوع الأخير هذه الورقة اللي رح توصل إلى كل الأهالي اللي عندهم أطفال بالمدارس وبرياض الأطفال محتوى هاي الورقة وتوضيح بسيط بخصوص هاي حتى الكل تستفاد وحتى نتشارك المعلومات اللي بيناتنا وعسى لعل التوضيح يكون مفيد للأخوة أصدقائي بالبداية خلوا سور فيلكم على هذا الجهاز العجيب طبعا هذا الفيديو مو دعاية هذا الجهاز مالمساج اشتريته قبل من أحد المتاجر موجود هو فكرته جهاز صغيروني مثل المخدة يشغل حرارة هس الحرارة طفيتها هس الحرارة شتغلت هاي صارت حمر وثنين بسامير تزرف بالظهر فللي عنده شغل على البيسي أو على الحاسبة اللي عنده فترات جلوس طويلة فيريد يرتاح شوية غير عن نفسه هذا الجهاز يعني خيار لطيف شوفوا منانا تدوس هاي أو تريد تخليه فتر بالعكس هسه صاري فتر بالعكس تريد تشيله بكل بساطة مثل المخدة هو صاير فتشي بسيط ولطيف الصراحة صراحة هذا مرة كان علي عرض وكانني مباعب سعر مناسب فاشترينا من احد المتاجر المشهورة بالمانيا فمنو بيكون يحب هاي الاسوالف ومنو بيكون يهتم بهاي الاشياء كتجربة وكصار لتقريبا نربع سنين استخدمه ما يخرب بميزة حلوة مثلا مثلا هسه هو مطفي شوفوا لما نتشغله ولما نشغل حرارة وتنام مثلا بمؤكد ذاتي خمس دقائق ويطفي فإذا ردت تجدده مرة أخرى بس ارجع اضغط المرة يعني ارجع اضغط الزر مرة أخرى ويشتغل أو يطفي فشي حلو شي عملي ويفيد بأوقات الهوم اوفيس يفيد بأوقات اللوكدون ويفيد بالفوق الاندلة لما الواحد يريد يستلقي أو يسترخي المهم إذا تحبون هيشي شيفاء أو كويشي اختراع بإمكانك أنه تشتري من المواقع المشهورة مواقع الأونلاين بعض المتاجر يعني لللي يحب واللي يهتم بهاي الاشياء حبيت أشارككم بكل بساطة الموضوع الثاني أصدقائي اللي هو سمعت بخصوصة رجة كبيرة بوسائل التواصل الاجتماعي عند الجاليات العربية أو الجاليات المهاجرة في ألمانيا بشكل عام اللي هو منع الحجاب ألمانيا رح تمنع الحجاب قانون المحكمة الأوروبية اللي رح يمنع الحجاب عن النساء فقررت أنه يعني أبحث بالموضوع وأجيب لكم النتيجة والملخص شنو منع الحجاب اللي صار بألمانيا اللي أقرت المحكمة وشنو منع الحجاب اللي صار بأوروبا بالمحكمة يعني بالمحكمة الأوروبية في ألمانيا العاملون بالمجال العدلي اللي يعملون بالأمور القانونية والأمور القضائية في ولاية شمال الراين ويسفاليا غير مسموح لهم بارتداء ملابس دينية كالصليب والحجاب والقلنسوة اليهودية هذا قرار جديد رح يطبق في شمال الراين ويسفاليا هذا القانون اللي أقر برلمان شمال الراين يستهدف كل من يظهر انتماء العقائدي أو الديني في المحاكم وفي الدوائر القانونية هناك حملات شعواء في الفيسبوك يعني لنشر فد فكرة معينة يعني حملات بتنطي الخبر بكل أبعاده فهنانا رح نوضح لكم الأمر والقانون الحقيقي من يشمل هذا القانون؟ هل هو يشمل كل النساء في شمال الراين ويسفاليا نفسه ما يتم الإشاعة عليه في الفيسبوك؟ هذا القانون يشمل القضاة أعضاء المياب العامة يعني المتدربين بالمحاكم من اللي يسون أو سبلدونج أو اللي يدرسون يعني بالمحاكم وبقية الموظفين أثناء أداء عملهم أثناء أداء العمل للشخص اللي يعمل بالمحاكم للشخص اللي يعمل بالهيئات القضائية ممنوع أنه يرتدي ملابس تشير إلى دين أو إلى فكر أو إلى عقيدة وإلى آخره وزير العدل في أن آر في شمال الراين ويسفاليا اللي هي أكبر مقاطعة بالسكان في ألمانيا قال في مجتمع يزاد به التعدد والتعدد الديني والتعدد الثقافي والتعدد العقائدي يجب الانتباه على عدم الانحياز عند الجهاز العدلي أو الجهاز القضائي للمظهر الخارجي يعني يجب أنه تتم إشاعة ثقافة عدم الانحياز ويجب أن يكون المظهر الخارج للأشخاص لا يشير إلى أي ديانة أو إلى أي عقيدة أو إلى أي فكر يجب أن لا يظهر أي انتماع عقائدي ولو صغيرا هذه في الأماكن القضائية الأماكن العدلية يعني المحاكم وإلى آخره أصدقائي نقطة مهمة النائب من حزب الخضر شتيفان إنكسفيلد قال لأن القانون يتجاوز هدفه لا يجب التمييز ضد العاملين بسبب يعني العاملين بالمجال العدلي بسبب معتقداتهم المظهر الخارجي لا يحدده وحده يعني لا يحدد الانتماء فقط المظهر الخارجي ولا يحدد المظهر الخارجي إن كان الشخص حياديا أم لا هذا حسب كلام يعني النائب من حزب الخضر وحسب كلامه أن القانون جاء لمعاقبة المحجبات المسلمات ولمعاقبة الرجال اليهود مرتدي القلنسوي وزير العدل في شمال الرنويسفالية ردا على تعقيب النائب من حزب الخضر شتيفان إنكسفيلد ذكر أنه حكم المحكمة العليا في مونستا بخصوص منع المتدربات في المجال القضائي لا يخالف الدستور يعني حكم المحكمة العليا بخصوص منع ارتداء الحجاب منع ارتداء القلنسوي منع ارتداء الرموز الدنيا بالمجال القضائي لا يخالف الدستور بل هو يعني ضرب من ضروب الحيادية هذا بالنسبة إلى قانون منع الحجاب اللي تم تسميته منع الحجاب في ألمانيا وهذا العنوان انتشر بالفيسبوك بشكل كبير ولكن حتى نجاوب على الإشاعات حتى نوصلكم المعلومات حتى لا يصير خوف عند خواتنا المحجبات وعند الناس نوضح لكم الحقائق بالنسبة للقرار الأوروبي بخصوص منع الحجاب أو الإتاحة أرباب العمل الفرصة لمنع الحجاب في أماكن العمل أم لا النائب العام بالمحكمة الأوروبية العليا تم طرح سؤال مهم عليه السؤال هو هل من الممكن منع النساء المحجبات الذين يعملن معلمات من ممارسة عملهن بين قوسيا المعلمات هل يمكن منعهم من ارتداء الحجاب في أماكن العمل كان جوابه للنائب العام بالمحكمة الأوروبية وجوابه كان فتوى وليس حكم سياسي المنع ممكن قانونا وهو يتوافق مع القوانين الأوروبية ليس بالضرورة أن تمنع كل الرموز الدينية يكفي منع الرموز الدينية الظاهرة الرموز الدينية الكبيرة التي تظهر من أول لمحة عندما تلمح الشخص المقابيلك أما الرموز الصغيرة لا يجب منعها والرموز الصغيرة منعها هو يعني عائد للمحاكم المحلية هي التي تحددها أما الحجاب فهو يعتبر من الرموز الدينية الكبيرة أي الرموز الدينية الظاهرة بالنهاية أصدقائي رب العمل ممكن له أن يمنع الرموز الدينية الكبيرة الرموز الظاهرة ولا يجب عليه أن يتدخل بالرموز الدينية الصغيرة يعني يوجد فقرات قانونية تسمح لرجل لأرباب العمل بمنع الرموز الدينية في أماكن العمل الرموز الدينية الظاهرة والرموز الدينية الكبيرة هذا الكلام حسب يعني المحكمة الأوروبية رب العمل ممكن أن يمنع الرموز الدينية التي تسبب لمشاكل اقتصادية يعني رب العمل يحق له في قطاع التعليم وقطاعات أخرى اقتصادية أن يمنع الحجاب مثلاً إن كان يمنع دخول زبائن من مختلف الأديان وإلى آخره أو يمنع شخص يرتدي صليب كبير مثلاً أو يرتدي قلنسوة هذا حسب كلام المصدر هذا الأمر حدث بالسابق بألمانيا طبعاً هؤلاء النساء ذهبوا إلى القضاء بسبب منعهم من ارتداء الحجاب بأماكن عملهم المحكمة الألمانية رفعت الأمر للمحكمة الأوروبية العليا وكانت جواب إذا كان هناك خسارة اقتصادية ممكن لرب العمل منع الحجاب أو يعني منع المحجبة اللي مصر على ارتداء الحجاب من ممارسة عملها يعني إذا تخلع الحجاب ممكن أن يتمارس عملها هذا كان رد المحكمة الأوروبية فكسراً للإشاعات ورداً على الكلام اللي يحرض واللي ينشر الخوف ارتعيت أنه أنقل لكم الأنباء حتى تكونوا على دراه بما يحصل بالفعل أصدقائي ننتقل للموضوع الثالث اللي هو الموضوع الأخير اللي قلت لكم عليه بخصوص هاي الورقة اللي رح توصل إلى أكثر الأهالي في ألمانيا هاي الورقة قصتها أنه أغلبكم سمع بالأجهزة مالش نيل تيست فحوص كورونا السريعة الذاتية اللي بدأت تنباع في متاجر ألدي اللي يوم أمس أول من نزله الكمية بخمس دقائر خلصت كل الأجهزة فرح يطبقون الأمور في رياض الأطفال وفي الكندرقادين بالكيتا وبالمدارس فرح يطلبون موافقة الأهالي على عمل فحوص إلى أبنائهم مثل ما تشوفون هذا النموذج احتمال يوصل للجميع إذا تشوفوا هنا أنه تكتب اسم الطفل وبصف الميلاد تكتب التاريخ الميلاد ولي جوة تسوي يعني تسمح للمدرسة أو لرياض الأطفال بعمل فحوص كورونا السريع فحوص كورونا الذاتي إلى طفلك طبعا أنا شخصيا سألت بالمدرسة أو سألت بالروضة اللي بيها بنتي سألتهم أنه راح تستعملون الجهاز لأكثر من طفل أكدوا لي أنه كل جهاز فحص يستعمل لطفل واحد وبعدها يرمى يعني مو جهاز يمرروا على الجميع وسألتهم في حالة الطفل يعني رفض أو صار يبكي ما يريد يستعمل هذا الجهاز الفحص أكدوا لي بالروضة أنه سوف لن يجبر الطفل على عمل فحص كورونا الفقرة الثالثة اللي هي الفقرة الثالثة هي لما الروضة أو المدرسة تعمل فحص كورونا للطفل وذا ثبت أنه الطفل عنده كورونا يعني أشار الفحص السريع إلى أنه نتيجة يوجد كورونا عند الطفل مطلوب موافقتك أو عدم ممانعتك على تبليغ الجهات الصحية حتى الجهات الصحية لما يتم تأكيد إصابة الطفل يعملوا لفحص البي سي آر اللي هو موليش نيل تيست اللي هو الفحص العادي اللي ياخذون مسحة من الأنف أو من الفم يعني ما عرف بالضبط البروتوكول متبع مع الأطفال في راضي الأطفال أو في المدارس ويعلموا الدوار الصحية ويسووا نفحص بالنسبة للطفرة الجديدة فهذا كان كل ما يتعلق بهذه الورقة حبينا بس ننوه لكم ونطمنكم أنه حسب اللي خبروني بي الكندرغادن مع البنتي لا يوجد إجبار للطفل ولا يوجد إكراه والطفل إذا رفض ما يعملوا له وذا الطفل قبل وتقبل الأمر يعملوا له فهو الأمر يعني لسلامة الأطفال ومن أجل يعني تحجيم دور الوباء ومن أجل السيطرة على هذا المرض في راضي الأطفال وفي المدارس حتى لا تتوقف رياضي الأطفال في المدارس عن العمل الهنا وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادئتوا تحياتي لكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة موسيقى 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 شكرا